احنا تابعنا مع بعض الجلسات وشفنا روسيا وشفنا الولايات المتحدة وشفنا بريطانيا وهم بيمتنوا على التصويت اللي حضرتك وضحت انه هو هذا ليس فيتو بس احنا عايزين نعرف ايه اللي ممكن يكون يخليهم بيمتنوا عن التصويت ليه ما قالوش اه او ما قالوش لا حديك لابد ان نعرف ان الهم المتحدة هي منظمة سياسية قانونية السياسة بتصدر قرارات مصلحتهم في ذلك الوقت في ذلك الموقع فهي لم تصوت او هي لم تعترض او خلافه لانها وجدت ان مصالحها لا تقتضي ده دلوقتي علاوة على ان الاتجاه يعني مثلا القرار اللي يطلع انباره ده هو اتجاه جديد في ان هو يطلع قرار من مجلس الامد وبرضو انا عايز اقول لها اختلاف النغمة الدولية يعني كان الاتجاه قبل كده انه لا يوجد ابدا وقف اطلاق النار لكن دلوقتي بقى في كلام مدام اسرائيل متعنتة ورفض وقف اطلاق النار طب خلينا نتكلم في هدنة انسانية صح والله على ايه لا يعني فعلا زي يعني انا 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 سعيد بان الوعي والبركة في الاعلام المصري طبعا الوعي الناس في الشارع يعني بدأت تتحدث عن مجلس الامد تتحدث عن وقف اطلاق النار تتحدث على التهجير القصري تتحدث على ما يحدث في اسرائيل في فلسطين حتى وانا دايما بقول مش غزة انا بقول دايما فلسطين عشان هي القضية الفلسطينية واحدة